السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حج 2023-1444 لازلت وزارة الحج والعنف تقدم إرشادات هامة للحجاج والمعتمدين لموسم حج 2023-1444 إليكم آخر الأخبر قبل البداية أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد لو تشوفوا القناة لأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال أعجبكم كل عام والأمة الإسلامية بخير نشرنا اتباعا ما يتعلق بحج 2023 ولازلت وزارة الحج والعنف تقدم إرشادات هامة لحجاج 2023 وأيضا للذين يؤدون العنف نشرت اليوم عدة منشورات أول منشور معنا بعنوان إرشادات زيارة المسجد النبوي قالت فيه بداية الانشغال بالعبادة والمحافظة على الهدوء والسكينة والمحافظة على نظافة المسجد وأيضا اتباع توجيهات المنظمين ورجال الأمن كما نشرت منشور آخر وهو بعنوان زيارة المدينة المنورة قالت لديوفة الرحمن التنقل من مكة إلى المدينة يكون حسب الاتفاق مع شركة الحج مع المرعاة الآتي بداية الالتزام بنقطة التجمع المحددة الحضور في موعد التفويج الالتزام بتوجيهات قائد المجموعة والتأكد من وسيلة التنقل المتفق عليها أعلنت اليوم أخبار السعودية أنه هناك أقصر من مليون حاج من حجاج الخارج لا زالوا متواجدين في مكة المكرمة أعلن اليوم على بعض المواقع الإغبارية أن أمس الإثنين استقبل ميناء سفاجة البحر أولى رحلات عودة خدمة الحجاج على متن عبارة وعليها 806 ركب حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء سفاجة والغردقة لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج من خلال رحلات وصول وصفر العبارتين وتم تنسيق مع مجلس مدينتي سفاجة والغردقة وأيضا إدارة الشرطة وجهات المختصة انتظونا بإذن الله بكل ما هو جديد أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا وأضمتم في بعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله